رحلة الابل من السهل الى الجبل عبر الاودية في محافظة ضفار تعرف بخطيل الابل الذي ياتي في الربيع الذي يعرف محليا بالصرب حيث تشرق الشمس ويتوقف المطر على الجبال وهي مناسبة سنوية يعقد فيها اصحاب الشورى من مالكي قطعان الابل اجتماعا يتم فيه تحديد اليوم الذي تتحرك فيه الابل جماعيا من الجربيب ايذانا بانتهاء موسم الامطار او الخريف الحقيقة خطال الابل هذا معروف هذا ياتي بعد نهاية المطر تقريبا في شهر تسعة تقريبا او نهاية شهر ثمانية عادة اذا كان فيه خريف طويل يمتد شوية لثلاثة شوء واذا كان الخريف قصير شوية هو يرتبط عادة بانقشاع السحب والمطر من جبال الظفار بهذا يكون اصحاب الابل خاصة لهم يعتبروها مناسبة غير عادية وهي خطال الابل في الاودية مثلا في وادي دربات او في وادي نحيز او في اي من اودية الظفار قبل هذا الوقت يعقد اصحاب الشورى في الرعاة اصحاب الابل حقيقة يعملوا اتحاد انه ما حد يتخطى حد يعتبروها عبارة عن اذا انت خطيتك انا صاحب اللي بتخطي في هذا وادي فخلاص اعتبر اني انا صرحت الوادي اخذتها يعني فهم كل واحد له اتجاه مثلا ويعملوا لهم اتحاد معروف وكل واحد يطلع في اللي كان في القطن في الجوانب النقدية للمحافظة ينزلوا في وقت معين واللي كان في السهل في الجربين يطلع في وقت معين هذه المناسبة يعني او هذه التطاهرة مثل ما تقول الشعبية لامتزج فيها الفنون تمتزج فيها الليالي الجميلة من نانا ومشعير ودبرارت حقيقة في هذه الاودياة سنة خطر لليد سنة خطر لليد سنويا تبقى الليبل في المحافظة في السهل الوادي نحيز لمدة ثلاثة شهر فصل الخريف حيث ان الامطار التي في الجبل لا تستطيع الابل ابدا فتاة الطلوع الى المنطقة فتبقى الابل في السهل بعد انتهى فصل الخريف تطلع الابل الى وادي نحيز طبعا هذا الفصل يسمى فصل الصرب محليا وهذه الابل تجزى الى اقسام حيث ان القسم اللي هو بتقدم اللي هو الابل التي ليس لديها يعني صغار هؤلاء يقدموها في الصباح ومن ثم تأتي مجاميع الابل المتبقية كمجاميع مجاميع حيث ان الوادي من بداية الوادي تقريبا الطريق فيها نوعا ما من الصعوبة تستمر هذه تقريبا الى وصولها الى وادي نحيز موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 وهي لغة التخاطب والفن والأدب والشعر في الجبال وتعتبر امتدادا باللغة العربية الجنوبية القديمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عند وصول الابل السارحة الى الجبال تقام الفنون والسامرات والمناسبات الاجتماعية لمدة ثلاث ليال يتزين فيها النساء والاطفال بأجمل الحلي وقصات الضفائر مع اللباس الضفاري المعروف بالطاقة وهو ثوب نيلي اللون فضفاض يضفي عليه الذيل خاصية الخيلاء والجبال اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة